حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريه قال أخبرني عثمان بن السائر أخبرني أبي وأم عبد الملك ابن أبي محذورة عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر وفيه الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم بالأولى من الصبق قال أبو داود وحديث مسدد أبيا من قال فيه قال وعلمني الإقامة مرتين مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على السلاح حي على السلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقال عبد الرزاق وإذا أقمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أسنى قال كان أبو محذورا لا يجز ناطيته ولا يقرقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه حدثنا الحسن بن علي حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج والمعنى وحجاج حدثنا همام حدثنا عامر من أحول حدثني مكتول أن ابن محيريز حدث أن أبو محذورا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كذا في جداره في حديث أبي محرور حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاطم حدثنا ابن جريت أخبرني ابن عبد الملك ابن أبي محرورة لعن عبد العزيز عن ابن محيريد عن أبي محرورة قال ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأذين هو بنفسه قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله مرتين مرتين قال ثم ارجع فمد من قوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حدثنا النفيلي حدثنا إبراهيب بن إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبي محذورة قال سنعت جدي عبد الملك ابن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة يقول ألقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرقا حرقا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله قال وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم حدثنا محمد بن داود الإسكندراني حدثنا زياد يعني ابن يونس عن ناتع بن عمر يعني الجمحي عن عبد الملك بن أبي محرورة أخبره عن عبد الله بن محيريد الجمحي عن أبي محرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ثم ذكر مثل أذان حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعنى قال أبي داود وفي حديث مالك بن دينار قال سألت ابن أبي محرورة قلت حدثني عن أذان أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فقال الله أكبر الله أكبر أكبر وكذلك حديث جعفر بن سليمان عن ابن أبي محرورة عن عم عن جده إلا أنه قال ثم ترجع فترفع حوثة الله أكبر الله أكبر حدثنا عمر بن مرضوق أخبرنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى وحدثنا ابن المسنة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمر بن مرة سمعت ابن أبي ليلى قال وحيلة الثلاث ثلاثة أحوال قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون ثلاث المسلمين أو قال المؤمنين واحدة حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحيل الصلاة وحتى هممت أن أمر رجالا يقومون على الآطان ينادون المسلمين بحيل الصلاة حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا قال فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك عيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة ولولا أن يقول الناس قال ابن المثنى أن تقولوا لقلت إني كنت يقران غير ناة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن المثنى لقد أراك الله عز وجل خيرا ولم يقل عمر لقد أراك الله خيرا فمر بلالا فليؤذن قال فقال عمر أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكني لما سبقت استحليت قال وحدثنا أصحابنا قال كان الرجل إذا جاء يسأل فيحفر بما سبقت من خلافة وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومطل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن المثنى قال عمر وحدثني بها حصير عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ قال شعبة وقد ثمعتها من حصين فقال لا أراه على حال إلى قوله كذلك ففعلوا قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث عمر بن مردو قال فجاء معاذ فأشاروا إليه قال شعبة وهذه ثمعتها من حصين قال فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها قال فقال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك ففعلوا قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بقيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديد فكان من لم يصم أطعم مكينة فنزلت هذه الآية فمن شاهد منهم الشهرة ليصم فكانت الرؤصة للمليد والمسافر فأمروا بالقيام قال وحدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا أفضر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح قال فجاء عمر الضلخطار فأراد امرأته فقالت إني قد منت فظن أنها تعتلت فأتاها فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام فلما أطبحوا أنزلت عليه هذه الآية وحل لكم ليلة الصيان رفض إلى نتائكم حدثنا محمد بن المثنى عن أبي داود وحدثنا نصر بن المهاجر حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمر بن مرة عن ابن أبي ليلا عن وعاذ بن جبر قالوا وحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وحيلت قيام ثلاثة أحوال وساق نصر الحديث بقوله واقتص ابن المثنى منه قصة صلاةه نحو بيت المقدس قد قال الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصل يعني نحو بيت المقدس ثلاثة عشر شهر فأنزل الله تعالى هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في الزماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطرة فوجهه الله تعالى إلى الكعبة وتم حديثه وتم نصر صاحب الرؤية قال فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه وتقبل القبلة قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الصلاة مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم أمهله نية ثم قام فقال مثلها إلا أنه قال زاد بعدما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنها بلالا فأذن بها بلال وقال في الصوم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشراء فأنزل الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم إلى قوله طعام مسكين فمن شاء أن يقوم طام ومن شاء أن يحتر ويطعم كل يوم مسكين أجدأه ذلك وهذا حول فأنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أيام أخر فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجود الذين لا يستطيعان الضوم وجاء السرمة وقد عمل يومه وساق الحديث حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك قالا حدثنا حماد عن سماك ابن عطية وحدثنا موسى بن إسماعي حدثنا وحيد جميعا عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس قال أمر بلد أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة زاد حماد في حديث إلا الإقامة حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل عن خالد الحزاء عن أبي قلاب عن أنس مثل حديث وحيد قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإذا سمعنا الإقامة توطأنا ثم خرجنا إلى الصلاة قال شعبة لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عامر يعني العقدي عبد الملك بن عمر حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول سمعت ابن عمر وساق الحديث حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حماد بن خالد حدثنا محمد بن عمر عن محمد بن عبد الله عن عميه عبد الله بن زيد قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقي على بلال فألقاه عليه فأدن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فأقم أنه حدثنا عبد الله بن عمر القوارير حدثنا عبد الرحمن بن مهني حدثنا محمد بن عمر شيخ من أهل المدينة من الأنصار قال سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد يحدث بهذا الخبر قال فأقام جدي حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن عمر بن خانم عن عبد الرحمن بن زياد يعني أفريقي أنه سمع زيادة من نعيم الحضرم أنه سمع زيادة بن الحارف الصدائي قال لما كان أول أذان الصدف أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد لاحق أصحاب يعني فتوضأ فأراد بلاد أن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخى فداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم قال فأقام حدثنا حقص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان وقد قلتنا عن أبي يحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى قوته ويشهد له كل رقب ويابت وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون قلاء ويكفر عنه ما بينهما حدثنا القعنبي عن ماهك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمما اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال نبئت عن أبي صالح قال ولا أراني إلا قد سمعته من عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحار عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بن النجاة قال كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمرط ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينه قال ثم يؤذن قال والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قيس يعني ابن الربيع وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وقيع عن خفيان جميعا عن عون بن أبي جحيب عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري وقال موسى قال رأيت بلالا خرج إلى الأطح فأذن فلما بلغ حي على الطلاة حي على الفلاح لوى عمقه يمينا وشمالا ولم يختدر ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثا حدثنا محمد بن كذير أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن نالك عن ابن شهاب عن عضاء ابن يزيد اللي فيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعته النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهو عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد ابن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبي عن عبد الله بن عمر بن العاف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر ثم صلوا الله عز وجل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعة حدثنا ابن السرحي ومحمد بن سلمة قالا حدثنا ابن وهب عن حييد عن أبي عبد الرحمن يعني الحبلي عن عبد الله بن عمر أنا رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل فاطر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر لا حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا علي بن مسهر عن هشان بن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشاهد قال وأنا وأنا حدثنا محمد بن المسنة حدثني محمد بن جخضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن بن إساب عن حفر بن عاطم بن عمر عن جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر والله أكبر قال الله أكبر والله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلب دخل الجنة حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشف عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة لما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكزة عن جادر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعته مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلته الشفاعة يوم القيامة حدثنا مؤمل بن إهاب حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا القاسم بن معن حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلم عن أم سلم فقال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا أخبال ليلك وإدبار نهارك وأخوات دعاتك فغفر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمد أخبرنا سعيد الجريغي عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاف قال قلت وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاف قال يا رسول الله اجعيني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قالا حدثنا حمد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أزن قبل طلوع الحجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قد نام زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام قال أبي داود وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حمد بن سلم حدثنا أيوب بن منصور حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه قال أبو داود وقد رواه حمد بن زيد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو غيره قال أبو داود ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذاك حدثنا ذهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عفر قال أبو داود شداد مولى عياض لم نبلك في لا لا حدثنا محمد بن سلم حدثنا ابن وهو عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشان بن عروة عن عبيد عن عائشة أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمر حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعتاء قال كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعفحة وقال أبو هريرة أما هذا فقد عفى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن إسرائيل عن ثمان عن جابر بن ثورة قال كان بلال يؤذن ثم يهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقوى مصطلع حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا أبو يحيى القتاة عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظبر أو العفحة قال اخرج بنا فإن هذه بالعفحة حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قال أبو داود وهكذا رواه أيوب وحجاج الصواق عن يحيى وهشام الثوائي قال كتب إلي يحيى ورواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقالا فيه حتى تروني وعليكم السفينة حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى بإسناده مثله قال حتى تروني قد خرجت قال أبو داود لم يذكر قد خرجت إلا معمر ورواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه قد خرجت حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال قال أبو عمح وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد وهذا لطله عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلاح عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت ثابتني البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمة الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبثه بعدما أقيمت الصلاة حدثنا أحمد بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي حدثنا عون بن كهمس عن أبيه كهمس قال قمنا إلى الصلاة بمنا والإمام لم يخرج فقعد بعضنا فقال لي شيخ من أهل الكوفة ما يقعدك قلته ابن بريد قال هذا السمود فقال لي الشيخ حدثني عبد الرحمن بن عوخج عن البراء بن عازب قال كنا نقوم في الصحوف على عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلة قبل أن يكبر قال وقال إن الله وملائكته يصلون على الذين يلين الصحوف الأول وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قيمة الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم حدثنا عبد الله أسحاق الجوهري أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عفا عن سالم أبي النبض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس لم يصلي وإذا رآهم جماعة صلى حدثنا عبد الله أسحاق أخبرنا أبو عاطم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن ناسع بن جبير عن أبي مسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء خال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القافية قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي طالب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيحلي بالناس ثم أنطلق معي برجان معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالناس حدثنا النفيري حدثنا أبو المليح حدثني يزيد بن يزيد حدثني يزيد بن الأصم سناد أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علا فأحرقها عليهم قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنها أو غيرها قال طمتاء ذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها حدثنا هارون بن عباد الأزي حدثنا وفيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوط عن عبد الله بن مسعوط قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهم فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع من نبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتسلف عنها إلا منافق بين النفاق ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهاذى بين الرجلين حتى يقام في الصف وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن أبي جناب عن مغراء العبري عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنابية فلم يمنعه من اكتباعه عذر قال وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي طلب قال أبو داود روى عن مغراء أبو إسحى حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عاطم بن بردلة عن أبي رجيم عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاشع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل رفصة أن أصلي في بيتي قال هل تسمع النداء قال نعم قال لا أجئ لك رفصة حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي لي عن ابن أم مكتوم قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والتباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا قال أبو داود واشذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان ليس في حديئه حي هلا حدثنا حقف بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بطير وعن أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلا قالوا لا قال أشاهد فلا قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أفقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب وإن الصف الأول على نقصة الملائف ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكان صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكان من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمره عن عثمان بن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كانت قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كانت قيام ليلة حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجر حدثنا عبد الله بن محمد بن فيدي حدثنا زفير حدثنا سليمان القيمي أن أبا عثمان حدث عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل وكان لا تبطئه صلاة في المسجد فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلم فقال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن قوله ذلك فقال أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجع فقال أعطاك الله ذلك كله أمطاك الله جل وعلا ما احتسبت كله أجمع حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطخرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينسبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمد وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عبدين حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي مريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوق 25 درجة وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وخط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبه والملائكة يخلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ويقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليك ما لم يبغي فيه أو يحد فيه حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عقاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها في ثلاث فأتم رفوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الثلاث تضاعف على صلاته في الجماعة وساق الحديث حدثنا يحيى بن معين حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا إسماعيل أبو سليمان الكحال عن عبد الله بن أول عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التان يوم القيامة حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمر حدثهم عن داود بن قيد قال حدثني سعد بن إسحاق حدثني أبو ثمامة الحناق أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما طاحبة قال فوجدني وأنا مشفق بيدي فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحتنوا وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشفكن يديه فإنه في طلال حدثنا محمد بن معاذ بن عباد للعنبري حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمزة عن سعيد بن المسيد قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا حسابا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحتنى الوضوءه ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حق الله عز وجل عنه سيء هل يقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن طحلاء عن محفن بن علي عن عوف بن حال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس فقلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلىها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب حدثني حبيب بن أبي ثاب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهم حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمى عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل فقال ابن الله والله لا نأذن لهم فيتخذنه دغلا والله لا نأذن لهم قال فسبه وغضب وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا لهم وتقول لا نأذن لهم حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لما نعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل قال يحيى فقلت لعمرة أمنعه نساء بني إسرائيل قالت نعم حدثنا إذن المثنى أن عمر بن عاكم حدثهم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاةها في حجرتها وصلاةها في مخدعها أفضل من صلاةها في بيتها حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ترحنا هذا الباب لنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى ما قال أبو داود رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال قال عمر وهذا أفضل حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بث أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني تعيز بن المسير وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تنشون وعليكم السكينة فما أدركتم فقلوا وما فاتكم فأكم قال أبو داود كذا قال الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعير بن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم فأتم وقال ابن عينة عن الزهري وحده أخبر وقال محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة فأتم وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو قتاد وأنات عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا فأتم حدثنا أبو الوليد الطيارسي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اؤتوا صلاة وعليكم السهينة وصلوا ما أدركتم واخضوا ما سبقكم قال أبو داود وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة وليقر وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر روا عنه فأتموا واخضوا واختلفه حدثنا منسى بن إسماعي حدثنا مهيب عن سليمان الأسود عن أبي متوكل عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يطلي وحده فقال ألا رجل يتطدق على هذا فيطلي معه حدثنا حق بن عمر حدثنا شعبه أخبرني يعلق معطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاف فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما تجيء بهما ترعد فرائفهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة حدثنا ابن معان حدثنا أبي حدثنا شعبه عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبحة بميناء بمعنى حدثنا قتيبة حدثنا معه بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعفع عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة قال فانطرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسة فقال ألم تسلم يا يزيد قال بلى يا رسول الله قد أسلم قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحكب أن أصليتم فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم وإن كنت قد صليت تكون لك نافلة وهذه مكتوبة حدثنا أحمد بن صالح قال رأت على ابن وقب قال أخبرني عمر عن بكية أنه سمع عكيف بن عمر بن المسيب يقول حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجل في نفسي من ذلك شيئا فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له سهم جمع حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين عن عمر بن شعير عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر على القلاق وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم قال فقلت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهو أخبرني يحيى بن عيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي بن الهنداني قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاف الوقت فله وله ومن انتقف من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم حدثنا هارون بن عباد الأزدي حدثنا مروان حدثتني طلحة أم غراب عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة له عن سلامة بنت الحر أخي خرشة عن سلامة بنت الحر أخي خرشة بن الحر الفزاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراق الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني إسماعيل المرجاء سمعت أوثى بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود للبدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنة ولا يأم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه قال صعبة فقلت لإسماعيل ما تكرمته فقال فراس حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الحديث قال فيه ولا يأم الرجل الرجل في سلطانه قال أبو داود وكذا قال يحيى فقال عن شعبة أقدمهم فراس حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوث بن ضمعج للحضرمي قال سمعت أبا مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فإن كانوا في التغاءة ثواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة ثواء فأقدمهم هجرة ولم يقل فأقدمهم كرة قال أبو داود رواه حجاج بن أرقاة عن إسماعيل قال ولا تقعد على تكريمة أحد إلا بإذنه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أكبرنا أيه عن عمر بن سلمة قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآن كثيرا فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقر من قومه فعلمهم الصلاة فقال يا أمكم أقرأكم وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني فكنت أأمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عنه فقالت امرأة من النساء واروا عنا أورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانية فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به فكنت أأمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين حدثنا النفيري حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن عمر بن سلمة بهذا الخبر قال فكنت أأمهم في بردة موصلة فيها فطق فكنت إذا سجدت فرجت حدثنا قطيبة حدثنا وفيع عن نسعر بن حبيب الجرمي حدثنا عمر بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينفرقوا قالوا يا رسول الله من يأمنا قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن قال فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته قال فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي فما شددت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائبهم إلى يومي هذا قال أبو داود ورواه يديد بن هارون عن مصعر بن حبيب الجرمي عن عمر بن سلمة قال لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن أبيه حدثنا القعنبي حدثنا أنس يعني ابن عيار وحدثنا الهيثم بن مقالد الجهني المعنى قال حدثنا ابن مير عن عبيد الله عن ناث عن ابن عمر أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان أمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآن زاد الهيثم وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل وحدثنا مسدد حدثنا مسلمة بن محمد المعنى واحد عن خالد عن أبي حلابة عن مالك بن الحوير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحبنا إذا حضرت الصلاة فأذناه ثم أقيماه ثم لأمكما أكبركما سنا وفي حديث مسلمة قال كنا يومئذ متقاربين في العلم وقال في حديث إسماعيل قال قالت قلت لأبي حلابة فأين القرآن؟ قال إنهما كانا متقاربين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن عيسى الحنفي حدثنا الحكم بن أبان عن عكيمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليأمكم قراءكم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصار عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفا الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزى بدرا قالت يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة قال قرر في بيتك إن الله تعالى يرزق الشهادة قال وكانت تسمى الشهيدة قال وكانت قد قرأت القرآن فستأذن في النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها قال وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى مات وذهبا فأصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم أو من رأاهما بل يجيبهما فأمر بهما فطهبا فكانا أول مطلوب بالمدينة حدثنا الحسن بن حمد الحضرمي حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن فلاس عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارس بهذا الحديث والأول أتم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أنت أم أهل دارها قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا حدثنا القعنضي حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد المعافر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أثت صلاة دبارا ودبار أن يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتبد محررة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو حدثني معاوية بن صالح عن العلا بن الحار عن مكثول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكباب حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن بريد أبو عبد الله حدثنا ابن مهدي حدثنا عمران القطان عن قتاة عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يأم الناس وهو أعمى حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا أبان عن بديل حدثني أبو عقية مولا منا قال كان مالك بن حوير يأتينا إلى مصلاناها فأقيمت الصلاة فقلنا له تقدم فصل قال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن فرار أبو مسعود غادي المعنى قال حدثنا يعلى حدثنا الأعمة عن إبراهيم عن حمام أن حذيفة أمنات بالمدائن على ذكان فأخذ أبو مسعود بقميطه فجبزه فلما فرغ من صلاة قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين مدتني حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا حجاج عن ابن جريت أخبرني أبو خالد عن عبي بن ثابت الأنصار حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على ذكان يصلي والناس أسأل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فتبعه عمار حتى أنزله حذيفة ولما فرغ عمار من صلاةه قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمر رجل القومة فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك قال عمار لذلك اتبع فتين أخفت على يديه حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان حدثنا عبيد الله بن مقسم عن جاذر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهن تلك الصلاة حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمر بن بينا سمع جاذر بن عبد الله يقول إن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شعفه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه أعودا فلما انترى فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمدك فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا جغير ووكيع عن الأعمش عن جادر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرسا بالمدينة فصرعه على جذن نخلة فانفكت قدمه فأديناه نعوده فوجدناه في مشوبة لعائشة يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنه ثم أديناه مرة أخرى نعوده فصل المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إليه فقعد قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارسا بعظمائها حدثنا كليمان بن حرب ومثلم بن إبراهيم المعنى عن وحيد عن مطعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي فريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا رتع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال فنع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد قال مسلم ولك الحمد وإذا سجد فسجدوا ولا تسجدوا حتى يفجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعوا قال أبو داود اللهم ربنا لك الحمد أثمن بعض أصحابنا عن سليمان حدثنا محمد بن آدم المهنفي حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يؤتم به بهذا الخبر ذات وإذا قرأ فأنصته قال أبو داود وهذه الزيادة وإذا قرأ فأنصته ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عادشة وإذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس فصلى وراءه قوم قيامة فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انقرها قال إنما جعل الإمام يؤسم به فإذا ركع فرفعوا وإذا رفع فرفعوا وإذا صلى جالسا فقلوا جلوسا حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد لموهد المعنى أن ليس حدثهم عن أبي الزبي عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمي عن ما تتكديره ثم ساق الحديد حدثنا عبدت بن عبد الله أخبرنا زيد يعني ابن الحباب عن محمد بن صالح حدثني حسين من ولد سعد بن معاد عن أسيد بن حضير أنه كان يأمهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا قال أبو داود وهذا الحديث ليس بمطفل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فأتوه بسمن وتمر فقال ردوا هذا في وعائه وهذا في ثقاء فإني صائم ثم قام فصلى بنا رفعتين فطوع فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا قال ثابت ولا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه على لصار حدثنا حق حب بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس يحدث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه ومرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال بد في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يسار فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه حدثنا عمر بن عون أخبرنا محيم عن أبي بشر عن تعيد بن جبيع عن ابن عباس في هذه القصة قال فأخذ برأسي أو بلؤابتي فأقامني عن يمينه حدثنا القعنبي عن مالك عن أسحاق بن عبد الله ابن أبي طوحة عن أنس ابن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل لهم ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنث فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبث فنضحته بما خام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصر صلى الله عليه وسلم حدثنا عطنان بن أبي شيخة حدثنا محمد بن فضيح عن هارون بن عنذرة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال استأذن على القمس والأسود على عبد الله وقتنا أقلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهم ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حدثنا مسدد حدثنا يحفى عن حفيان حدثني يعلى بن عطاء عن جابي بن يزيد بن أسود عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرقا حرف حدثنا محمد بن راطع حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بن عازد قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا دوجه صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافح حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي حدثنا عطاء الخراتاني عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول قال أبو داود عطاء الخراتاني لم يدرك المغيرة بن شعبة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الرحمن بن زيادة بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سواد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاة ومن كان ألفه ممن أتم الصلاة حدثنا عطمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي قضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة قهور وتحريرها التكبير وتحليلها التسليم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجبان حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرين عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بتجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدا حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاء قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما فإذا رأوه قد سجد سجد حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف المعنى قال حدثنا سفيان عن أبان بن تغلب قال زهير حدثنا الكوفيون أبان وغير عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع حدثنا الربيع بن ناتع حدثنا أبو إسحاء يعني الفزر عن أبي إسحاء فعن محارب بن ديسار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثني البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يروه قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم حدثنا حص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حص بن بغيل المرهبي حدثنا زائدة عن المختار بن فنفل عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم حظهم على الطلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انطرافه من الطلاة حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الطلاة في ثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان حدثنا مسدد حدثنا سسيان عن أبي الزناد عن الأعرض عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء حدثنا مسدد حدثنا يحيى وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل المعنى عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أكرمه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقين حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهد عن عمر بن أبي سلم قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه حدثنا مسدد حدثنا ملازم بن عمر الحنفي حدثنا عبد الله بن بدر عن قيت بن طل عن أبيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترا في الصلاة في ثوب الواحد قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إداره طارق به رداء اجتمل بهما ثم قام فطل بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما أنقض الصلاة قال أو كنكم يجد ثوبين حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حاد عن سال بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أذرهم في أعناقهم من بيق الأذر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال السبيان فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع رجال حدثنا أبو الوليد الطيارسي حدثنا زائدة عن أبي حسين عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه عليه حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد قال نعم وازرره ولو بشوكة حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي حومل العامري قال أبو داود كذا قال والصواب أبو حرمل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال أمنا جاذر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء فلما انصر فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن الفضل في جستان قالوا حدثنا حاسم يعني ابن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حذرة عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصاني قال أتينا جاذرا يعني ابن عبد الله قال شرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغي وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقفت عليها لا فصف ثم جئت حتى قمت عن يتار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينك فجاء ابن فخر حتى قام عن يتارك فأخذنا بيديه جميع حتى أقامنا خلفه قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن اتزر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جاب قال قلت لبيت يا رسول الله قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا اشجده على حقه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتذر به ولا يشتمل اجتمال اليهود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الزهلي حدثنا سعيد بن محمد حدثنا أبو تميلة يحيى بن وابة حدثنا أبو المنير عبيض الله العتعين عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاق لا يتوشح به والآخر أن تصلي في سراويل وليس علي كردة حدثنا زيد بن أخذم حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاقب عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إداره في صلاته خيالا فليس من الله في حل ولا حرام قال أبو داود روى هذا جماعة عن عاقب موقوفا على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبام حدثنا يحيا عن أبي جعفر عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إداره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضى فذهب فتوضى ثم جاء ثم قال اذهب فتوضى فذهب فتوضى ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضى ثم سكت عنه فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إداره وإن الله تعالى لا يأول صلاة رجل مسبل إداره حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب وقال تصلي في الخمار والدرع التابع الذي يغيب ظهور قدميها حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديد قال عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إدار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفظ بن غياء وإسماعيل بن جعفر وابن أبي لئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة رضي الله عنه حدثنا محمد بن المثنة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد عن قتاذة عن محمد بن كيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حاؤض إلا بخمار قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروب عن قتاذة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت على طفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حفوه وقال لي شقيه بشقين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلم نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين حدثنا محمد بن العلا وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن حسن بن ذكوان عن خليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فا قال أبو داود رواه عشن عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استدل في الصلاة حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا حجاج عن ابن جريف قال أثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا قال أبو داود وهذا أضعت ذلك الحديث حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعة عن محمد يعني ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو ركفنا قال عبيد الله شك أبي حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريف حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبي أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليه السلام وهو يصلي قائما وقد غرز غفره في قفاة فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبة فقال أبو رافع أقبل على طلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرز غفره حدثنا محمد بن سلم حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث أن أبو كيرا حدث أن كريبا مولى بن عباس حدث أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام ورائه فجعل حده وأقر له الآخر فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأتي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف حدثنا مستدد حدثنا يحيا عن ابن جريك حدثني محمد بن عباس ابن جعفر عن ابن سبيان عن عبد الله بن السائف قال عيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضعنا عليه عن يتارك حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق وأبو عاقم قالا أخبرنا ابن جريك قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي وعبد الله بن عمر عن عبد الله بن السائف قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فسفح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشف أو اختلفوا أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع وعبد الله بن السائف حاضر لذلك حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعديد عن أبي نبرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه إذ خلعنا عليك فوضعهما عن يتارك فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةه قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذر أو قال أذى وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فيما عليه قذرا أو أذى فليمسح وليصل فيهما حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قسادة حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما خبث قال في الموضعين خبث حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أول عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا 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 حسين بن عمري عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال فأيذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعيا حدثنا الحسن بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا صالح بن رثم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيت عن يوسف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلعن عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو يصلي فيهما حدثنا عمر بن عون حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد حدثتني ميمونة بن تل حارف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حارف وربما أصابني ثوبه إذا تجد وكان يصلي على الخمر حدثنا عبد الله بن معار حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أنس بن هيرين عن أنس بن ماهي قال قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني رجل ضخم وكان ضخما لا أستطيع أن أصلي معك وصنع له طعاما ودعاه إلى بيتك وصل حتى أراك كيف تصلي فأغتدي ذك فنضحوا له طرف حفير كان لهم فقام صلى ركعتين قال قلال بن الجارود لأنس بن مالك أكان يصلي الضحى قال لم أره صلى إلا يومئك حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا المسنى بن سعيد الدارع حدثنا قتادا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سلين فتجرفه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حفير ننضحه بالماء حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحبيب قالا حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارف عن أبي عون عن أبي عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحفير والفروة المدبوغة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا غالب القطان عن ذكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرف فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط توبه فسجد عليه حدثنا عبد الله بن محمد النوفلي حدثنا زهير قال قال سألت سليمان الأعمش عن حديث جاذر بن سمرة في صفوف المقدمة فحدثنا عن المسيب بن راطع عن سميم بن طرفة عن جاذر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تطفون كما تطفوا الملائكة عند ربهم جل وعد قلنا وكيف تطفوا الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراثون حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وقيع عن زكري بن أبي زائدة عن أبي القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجل يلذق من كبه بمن كب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن كماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان نبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يحوم القدر حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أخبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبد بصده فقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم حدثنا هناد بن السري وأبو عاقم بن جواس الحنفي عن أبي الأحوث عن منصور عن خلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوثجة عن الغراء بن عاذب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمتح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول حدثنا ابن معاذ حدثنا قال ابن الحارث حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغيرة عن سناك قال سمعت النعمال ابن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا ثبر حدثنا عيث بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب وحدثنا قطيبة ابن سعيد حدثنا الليل وحديث ابن وهب أتم عن معالية ابن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير ابن مرة عن عبد الله ابن عمر قال قطيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخيموا الصفوف وحادوا بين المناكب وسدوا الخمل ولينوا بأيدي إخوانكم لم يقل عيثا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فوجات بالشيطان ومن وصل طفا وصله الله ومن قطع طفا قطعه الله قال أبو داود أبو شجرة كثير ابن مرة قال أبو داود ومعنا ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينغل أن يلين له كل رجل من جبيه حتى يدخله الصف حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا أبان عن قسادة عن أنس بن مانك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعمى فوالذي نفي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلق الطف كأنها الحذر حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان ابن حرب قالا حدثنا شعبة عن قسادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوي فصف من تمام الصلاة حدثنا قسيبة حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير عن محمد ابن مسلم ابن الثائد صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس ابن مالك يوما فقال هل تدري لمصنع هذا العود فقلت لا والله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه فيقول استو وعدلوا صفوفكم حدثنا مسدد حدثنا قميد ابن الأسود حدثنا مصعب ابن ثابت عن محمد ابن مسلم عن أنس لهذا الحديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذه بيسارك فقال اعتدلوا سووا صفوفكم حدثنا محمد سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن تعيذ عن قتادة عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عاطم حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألمكم مناكب في الصلاة قال أبو داود جعفر بن يحيى من أهل مكة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحنيد بن محمود قال صليت مع أنس ابن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى الثوار فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس كنا نستقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن أعمى عن عمارة بن عمير عن أبي معمى عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أول الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حدثنا مصدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا قالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن القمع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وذات وَلَا تَخْتَلِفُوا فَلَا تَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمُ وَإِيَّاكُمُ وَهَيْشَاتِ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عافشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميام السرور حدثنا عيسى بن شاذان حدثنا علاش الرقام حدثنا عبد الأعلى حدثنا قبة بن خالد حدثنا حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غم قال قال أبو مالك الأشعري ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقام الصلاة وصف رجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاةه ثم قال آتذا صلاة قال عبد الأعلى لا أحتبه إلا قال صلاة أمك حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا خالد وإسماعيل بن زكرياء عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير طفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير طفوف النساء آخرها وشرها أولها حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كير عن أبي سلم عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قالا حدثنا أبو الأشهب عن أبي نبرة عن أبي سعيد من الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تخدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤثرهم الله عز وجل حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا إذن أبي فدي عن يحيى بن بشير بن خلاس عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القراضي فسمعته يقول حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق الإمام وشد الخلل حدثنا سليمان بن حرب وحفق بن عمر قالا حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن هلال بن يساف عن عمر بن راشد عن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد قال سليمان بن حرب الصلاة حدثنا حميد بن مسعد أن يزيد بن زريع حدثهم حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن بياج الأعلم حدثنا الحسام أن أبا بكرة حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع قال فركعت دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زاذك الله حرصا ولا تعلم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد أخبرنا زياد الأعلم عن الحسام أن أبا بكرة جاء ورسول الله راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكرة أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم زاذك الله حرصا ولا تعلم قال أبو داود زياد الأعلم زياد بن فلان بن قرة وهو ابن خالة يونس بن عبيد الله حدثنا محمد بن كثير العبدي حدثنا إسرائيل عن كماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريت عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما قوق حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن ممير عن عبيد الله عن نافا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراء وكان يفعل جالك في السفر فمن ثم اتخذها الأمر حدثنا حفث بن عمر حدثنا شعبة عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنذة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر خلف العنذة المرأة والخمار حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا إسماعيل بن أميه حدثني أبو عمر بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا طل أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينطب عطا فإن لم يكن معه عطا فليخطب خطا ثم لا يضره ما مر أمامه حدثنا محمد بن يحيى بن فارث حدثنا علي يعني ابن المديني عن كفيان عن إسماعيل بن أميه عن أبي محمد بن عمر بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة عن أبي هريرة عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديث الخط قال سفيان لم نجد شيئا نشج به هذا الحديث ولم يجد إلا من هذا الوجه قال قلت لسفيان إنهم يختلفون فيه فتفكر ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمر قال قدم ها هنا رجل بعدما ماس إسماعيل بن أميه فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وقف الخطي غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال قال أبو داود وسمعت مسددا قال قال أبو داود قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال هكذا يعني بالعرض حورا دورا مثل الهلال يعني المنعطة حدثنا عبدالله بن محمد بن زهري حدثنا سفيان بن عيين فقال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العطرة فوضع خلنسوته بين يديه يعني في فريغة حضرة حدثنا عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وابن أبي خلف وعبدالله بن سعيد قال عثمان حدثنا أبو خالد حدثنا عبيد الله عن ماتا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيد حدثنا محمود بن خالد دمشقي حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر البقان عن ضباعة ابنة المخداد بن الأسوة عن أبيها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيثر ولا يقمد له صمدا حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنعي حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن عقوب بن إسحا عن من حدثه عن محمد بن كعب القراضي قال قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدد حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا سفيان وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيا وابن السر قالوا حدثنا سفيان عن خطوان بن سليم عن نافي بن جبير عن فهل بن أبي حتمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طل أحدكم إلى سترة فاليدن منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة قال أبو داود رواه واخد بن محمد عن خطوان عن محمد بن سهل عن أبي أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم عن نافي بن جبير عن سهل بن سعد واختلث في إسناد حدثنا القعنعي والنفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل قال وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنه قال أبو داود الخبر لنفيلي حدثنا القعنعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليترأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو خالد عن ابن عزيز بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليد منها ثم ساق معنا حدثنا أحمد بن أبي سريج الغازي أخبرنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا مصرة بن معبد اللخني لقيته بالكوفة قال حدثني أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء ابن زيد الليسي قائما لصلي فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد يعني ابن هلال قال قال أبو صالح أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته من دخل أبو سعيد على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا طلّ أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجداز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان قال أبو داود قال أبو داود أبو داود أبو داود أبو داود في المار بين يديه المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يديه المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه قال أبو نظر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعب وحدثنا عبد السلام بن مطفر وابن كثير المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال حفظ قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل وقال عن سليمان قال أبو ذر يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيب آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرمر فخذ ما بال أسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيران حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن شعب حدثنا قصادة قال سمعت جابر ابن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبا قال يقطع الصلاة المرأة الحائد والكلب قال أبو داود وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر ابن زيد على ابن عباس حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بن هاشم البصري حدثنا معاذ حدثنا هشام عن يحيا عن عكرم عن ابن عباس قال أحتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فل أحدكم إلى غير سطرة فإنه يقطع صلاته من كلب والخمار والخنذير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر قال أبو داود في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أرى أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه ولم أرى أحدا يحدث به عن هشام وأحتب الوهم من ابن أبي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم والمنكر في ذكر المجوس وفيه على قذفة بحجر وذكر الخنذير وفيه نكارة قال أبو داود ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل ابن أبي سمينة وأحتبه وهمة لأنه كان يحدثنا من سكبر حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا قال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد حدثنا كثير بعبي يعني الملحج حدثنا أبو حيوة عن سعيد بإسناده ومعما زاد قال قطع طلاثنا قطع الله أثره قال أبو داود ورواه أبو مسهر عن سعيد قال فيه قطع طلاثنا حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب أخبرني معارية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بسبوك وهو حاد فإذا هو برجل مقعد فسأله عن أمرك فقال له سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نفلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع طلاتنا قطع الله أثره فما قمت عليها إلى يوميها حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن الغاب عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخرة فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جدار فدخذه قبلة ونحن خيثة فجاءت بخمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى نسق بطنه بالجدار ومرت من ورائه كما قال حدثنا سليمان بن حرب وحفظ بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مره عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جد يمر بين يديه فجعل يستقي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة فقال كنت بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة قال شعبة أحسبها قال وأنا حاء قال أبو داود رواه زهري وعقاء وأبو بكر بن حف وهشال بن عروة وعراق بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة وإبراهيم عن الأسود عن عائشة وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة لم يذكروا وأنا حاط حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معطرضة بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوتر حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيب الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قال بئس ما عدمتمونا بالخمار والكلب لقد رأيت رسول الله يصلي وأنا معطرضة بين يديك فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضمنتها إليه ثم يسجد حدثنا عاكم بن النضر حدثنا المعتمر حدثنا عبيب الله عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كنت أكون نائمة ورجلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقضقته ما فسجد حدثنا عثمان بن أبي شريبة حدثنا محمد بن بشر قال أبو داود وحدثني القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهذا لقه عن محمد بن عمر عن أبي سلمة وعن عائشة أنها قالت كنت أنام أنا معطرضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه إذا أراد أن يتر زاد عثمان غمزا ثم اتفقا فقال تنحي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جئت على حمار وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثم عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاشتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمينة فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان فارتعوا ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد قال ابو دود وهذا غفظ القعنبي وهو أتم قال مالك وأنا أرى ذلك واتعا إذا قامت الصلاة حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصهبة قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس فقال جئت أنا وأولاه من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزلت ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالا ذلك حدثنا عثمان بن أبي شيخا وداود بن محراق الفريابي قالا حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث بإسناده قال فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اختتلتا فأخذهما قال عثمان فهرع بينهم قال داود فنزع إحداهما عن الأخرى فما بالا ذلك حدثنا عبد الملك بن شعيد بن اللي قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس أصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالا ذلك حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي ودا عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان حدثنا مستدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا مجالد حدثنا أبو الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي أبن سعيد الخضري وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزبري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين حدثنا محمد بن المصفى الحنسي حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حزو منكبيه ثم كبر وهما كذلك فيركع ثم إذا أراد أن يرفع قلبه رفعهما حتى تكون حزو منكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاة حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة البشمي حدثنا عبد الوارف بن سعيد قال حدثنا محمد بن زحادة حدثني عبد الجبار بن وائد بن حجر قال كنت غلاما لا أعطل صلاة أبي قال فحدثني وائد بن علقمة عن وائد بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه قال ثم الفحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأته من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيت وإذا رفع رأته من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من طلاته قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال هي طلات رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه قال أبو جاود روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله بن سعيد عن عبد الجبار بن واي عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم في نقام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبه وحاذا بإبهاميه أذنيه ثم كبر حدثنا مسدد حدثنا يديه يعني ابن زريع حدثنا المسعودين حدثني عبد الجبار بن وايه حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير حدثنا مسدد حدثنا بشر بن مفضل عن عاقب بن كليب عن أبيه عن وايب بن حجر قال قلوا لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصل قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاجة أبنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجدت وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس فاخترش رجله بسرى ووضع يده البسرى على تخذه البسرى وحذ مغفقه الأيمن على تخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر إبهاما والوسطى وأشار السبابة حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد حدثنا زائدة عن عاقم بن كوليد بإسناده ومعنى قال فيه ثم وضع يده اليمنى على بهرك فيه اليسرى والرص والساعد وقال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت ثياب حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن عاصم بن كوليد عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه خيال أذنيه قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى قدورهم بفتداء الصلاة وعليهم برامث وأكثير حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كوليد عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء رأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد وحدثنا مستدد حدثنا يحيث وهذا حديث أحمد قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر أخبرني محمد بن عمر بن عقائم قال سمعت أبا حميد بن الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بقلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلم فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعه ولا أقدمنا له صحبة قال قالوا فعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يطب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله بمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهدي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أطابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من المكعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبه كما كبر عند استتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التثمين أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شكه الأيسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا إذ لهيعة عن يديد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمر بن حلحلة عن محمد بن عمر العامري قال كنت في مجلسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا طلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث وقال فإذا ركع أنكن كفيه من ركبتي وفرج بين أصابعه ثم هثر نهره غير مقنع رأسه ولا طافح بخده وقال فإذا قعد في ركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري حدثنا ابن وفر عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حديد عن محمد بن عمر بن حلحلة عن محمد بن عمر بن عطاء نحو هذا قال فإذا سجد وضع يديه غير مكترش ولا قاب بهما واستقبل بأطراف أصابعه حدثنا حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا أبو بكر حدثني زهير بن خيثمة حدثنا الحسن بن الحر حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمر بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبو وكان من أطحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد بهذا القبر يزيد أو ينقص قال فيه ثم رفع رأسه يعني من الرخوع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كثيه وربتيه وصدور قدميه وهو تاجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم ساق الحديث قال ثم جلس بعد ركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض القيام قام بتكبيرة ثم ركعا ركعتين الأخرين ولم يتورك التورك في التشفق حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمر أخبرني فليح حدثني عضيات بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا قال ثم ركع فوضع يديه على ركبته كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافر عن جنبه قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حدو منكبيه ثم رحرأته حتى رجع كل عظم في موضعه حتى صرغ ثم جلس فاسترش رجله اليسرى وأقبل بطدر اليمنى على كبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى كفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه قال أبو داود روى هذا الحديث عطبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العبايات بن سهل لم يذكر التورر وذكر نحو حديث قليح وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث قليح وعطبة حدثنا عمر بن عطمان حدثنا بقية حدثني عطبة حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل عن أبي حميد بهذا الحديث قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل ضطه على شيء من فخذيه قال أبو داود رواه بن المبارك حدثنا قليح سميت عباس بن سهل يحدث فلم أحقظه فحدثني أراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أنا عبد الحميد السعدي بهذا الحديث حدثنا محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهام حدثنا همام حدثنا محمد بن دحادثة عن عبد الجبار بن واحد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فلما سجد وقع تاوك بتاه إلى الأرض قبل أن تقع تفاه قال فلما سجد وضع جبرته بين كفيه وجاف عن طيب قال حجاج وقال همام وحدثنا شقيق حدثني عابل بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحاب وإذا نهض نهض على رقبته واعتمد على فقده حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فتر بن عبد الجبار بن واحد عن أبيه قال أي سرسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الطلاة إلى شحنة أذنيه حدثنا عبد الملك بن شعيد بن ليه حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريت عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث عن هشاء عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر بالطلاة جعل يديه حذو منكبين وإذا ركع فعلى مثل ذلك وإذا رفع للسجود فعلى مثل ذلك وإذا قام من الركعتين فعلى مثل ذلك حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينفضه القيام فيقوم فيشير بيديه فانطلقت إلى ابن عبده فقلت إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها فوصفت له هذه الإشارة فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختدي بصلاة عبد الله بن الزبير حدثنا قصيبة بن سعيد ومحمد بن أبان المعنى قال حدثنا النضرب كثير يعني السعدين قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس في مسجد الخيس فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك فقلت لي وحيب بن خالد فقال له وحيب بن خالد أصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنعه وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن ناس عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وإذا قال سنع الله من حميده وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود الصحيح قول ابن عمر ليت بمرفوع قال أبو داود وروا بقية أوله عن عبيد الله وأسنده ورواه عن عبيد الله وأوقفه على ابن عمر قال وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى سجيح وهذا هو الصحيح قال أبو داود ورواه ليت بن سعد ومالك وأيوب وابن جريح موقوفا وأسنده حمد بن سلم وحده عن أيوب ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذ قام من السجدتين وذكره ليت في حديث قال ابن جريح فيه قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهم قال لا سواك قلت أشر لي فأشار إلى السجين أو أسفل من ذلك حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حجوى منتبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قالا حدثنا يا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليد عن محارب بن جزاء عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبرا ورفع يديه حدثنا الحسن بن علي حدثنا سليمان بن جاود الهاشمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزينات عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارف بن عبد المطلب عن عبد الرحمن بن الأعرك عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طارب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حدوى منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى طراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدسين رفع يديه كذلك وكبر قال أبو داود في حديث أبي حميد السعدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحالي بهم منكبيه كما كبر عند اكتاع الصلاة حدثنا حقس بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحوير قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهم كروع الذنين حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي وحدثنا موسى ابن مروان حدثنا شعيب يعني ابن إسحاء المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير ابن نهيك قال قال أبو هريرة لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيك زاد عبيد الله ابن معاذ قال يقول لاحق ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد موسى ابن مروان الرقي يعني إذا كبر رفع يديه حدثنا عسنان ابن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن عاصم ابن كليب عن عبد الرحمن ابن الأسود عن عنقمة قال 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 عبد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة كبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتي قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإنسات على ركبتي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني ابن كليب عن عبد الرحمن ابن الأسود عن عنقمة قال قال عبد الله ابن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مهر قال أبو داود هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا الله حدثنا محمد بن الصباح البزاد حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود قال أبو داود وروا هذا الحديث هشيب وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا ثم لا يعود حدثنا الحسن بن علي حدثنا معاوية وخالد بن عمر وأبو حذيفة قالوا حدثنا سفيان بإسناده بهذا قال فرفع يديه في أول مرة وقال بعضهم مرة واحدة حدثنا حسين بن عبد الرحمن أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتحت صلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرت قال أبو داود هذا الحديث ليس بصحيح حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الصلاة رفع يديه حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت ابن الزبير يقول طف القدمين ووضع اليد على اليد من السلة حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيح بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفظ بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياذ بن زيد عن أبي جحيف أن علي رضي الله عنه قال فسنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة حدثنا محمد بن قدامسة يعني ابن أعيا عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الوسغي فوق السرة قال أبو داود وروي عن سعيد بن جبير فوق السرة قال أبو مجلز تحت السرة وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياذ عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال قال أبو هريرة أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يضاعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم يعني ابن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن قاوت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشج بينهما على صدره وهو في الصلاة حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي سلم عن عمه الماجشون بن أبي سلم عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال إن أبي ماذا طالب وجهت وجهي للذي خطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشرفين إن طلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ها شريك لك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر ذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعالي أستغترك وأتوب إليك وإذا رفع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبطري ومقي وعظامي وعقبي وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلم تجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبطره وتبارك الله أحسن الصالحين وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسغرت وما أعلمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنه حدثنا للحسن بن علي حدثنا سليمان بن داود الهاشي أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزينات عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرض عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي قالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حج ومنكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يرتع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودع نحو حديث عبد العزيز في الدعاء يزيد وينقض الشيء ولا نذكر والخير كله في يديك والشر ليس إليك وزاد فيه ويقول عند انتغافه من الصلاة اللهم اكتر لي ما قدمت وما أخرت وما أخرت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أه حدثنا عمر بن عثمان حدثنا شريح بن يزيد حدثني شعيب بن أبي حمد قال قال لي محمد بن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة فإذا قلت أنت أنت ذا فقل وأنا من المسلمين يعني قولك وأنا أول المسلمين حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتادة وتابت وحميد عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل بأسا فقال رجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال لقد رأيت إثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها وزاد حميد الفيت وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدركه وليقضي ما سبقه حدثنا عمر بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمر بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى صول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال عمر لا أدري أي صلاة فقال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان ونفته ونفته وهمزه قال نفته الشعر ونفته الكبر وهمزه الموت حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن مسعر عن مسعر عن عمر بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع ذكر نحوه حدثنا محمد بن رافع حدثنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان إذا قام كبر عشرة وحمد الله عشرة وسبح عشرة وهلل عشرة واستغفر عشرة وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوض من بيق المقام يوم القيامة قال أبو داود ورواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة نحوه حدثنا ابن المثنى حدثنا عمر بن يونس حدثنا عفريمة حدثني يحيى بن أبي كهير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوح قال سألت عائشة بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل خافر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمثلث فيه من الحق بإذنه إنك أنت تهدي من تشاء إلى فراء مستحيل حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو نوح قراد حدثنا عكرمة بإسناده بلا إخبار ومعما قال كان إذا قام بالليل كبر ويقول حدثنا القعنبي عن مالك قال لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأورصته وفي آخره بالفريضة وغيره حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن عديد عن عفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمد قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انفرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم بها آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي زبير عن طاووس عن ابن عباك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهم أن تلحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أندت وبك خاطمت وإليك حاكم فاغذري ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلم أنت إلهي لا إله إلا أنت حدثنا أبو كامل حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا علمان بن مسلم أن خيث بن سعد حدثه قال حدثنا طاووس عن ابن عباك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر ثم ذكر معنا حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحو قال قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيا بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطت رفاعة لم يقل قتيبة رفاعة فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرت فقال من المتكلم في الصلاة ثم ذكر نحو حديث مالك وأتمامه حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا يديد بن هارون أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه قال عطف شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى رفنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل الكلمة قال فسكت الشاب ثم قال من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا فقال يا رسول الله أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا قال ما تناهت دون عرش الرحمن سبارك وتعالي حدثنا عبد السلام بن مطفر حدثنا جعفر عن علي بن علي بن الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثة ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثة أعوذ بالله السميع العلي من الشيطان الرجيم من همذه ونفسه ونفسه ثم يقع قال أبو داود وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلى الوهم من جعفر حدثنا خسين بن عيسى حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن هديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قال أبو داود وهذا الحديث ليس بالمشكور عن عبد السلام بن حرب لم يلوي إلا طلق بن غنام وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا منها حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة سكتة إذا كبر الأمام حتى يقرأ وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركون قال فأنكر ذلك عليه عمران بن حسين قال فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبين فصدق سمرة قال أبو داود كذا قال حميد في هذا الحديث وسكتة إذا فرغ من القراءة حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا خالد بن حارث عن أشعة عن الحسن عن ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها فذكر معنا حديثيون حدثنا مسدد حدثنا يزيد حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن الحسن أن ثمرة بن جندب وعمران بن حسين تذاكران فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتين سكتا إذا كبر وسكتا إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الظالين فحفظ ذلك ثمرة وأنكر عليه عمران بن حسين فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعر فكان في كتابه إليهما أو في ربه عليهما أن ثمرة قد حفظ حدثنا ابن المسنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بهذا قال عن قتادة عن الحسن عن ثمرة قال سكتاني حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه قال تعيد قلنا لقتادة ماها تانستاني قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الظالين حدثنا أحمد بن أبي شعير حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة وحدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد عن عمارة المعنى عن أبي زرع عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة فقلت له بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرني ما تقول قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشق والمر اللهم أنقني من خطاياي كثوب أبيض من الدمس اللهم اغفرني بالتلج والماء والبرد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن بديل بن ميثرة عن أبي الجوزاء عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بي الحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين أسحيات وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان وعن فرشة السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم حدثنا هلناد ابن السريد حدثنا ابن فضيل عن المختار ابن فلفل قال سمعت أنا سبن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفة تورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى خسمها قال هل تجرون ما الكوثر قال الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة حدثنا قطن بن سير حدثنا جعفر حدثنا حميد الأعرج المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وذكر الإفقال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفت عصبة منكم الآية قال أبو داود وهذا حديث منكر قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح وأخاف أن يكون أمر الإستعادة من كلام حميد أخبرنا عمر بن عون أخبرنا هشيم عن عوف عن يديد الفارسي قال سمعت ابن عباس قال قلت لعثمان ابن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من اللئين وإلى الأنثال وهي من المثان فجعل كنوهما في السبع حواب ولم تكتبوا بينهما فضر بإسم الله الرحمن الرحيم قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل عليه الآية فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك وكانت الأنثال من أول ما أنزل عليه بالمدينة وكانت وراءة من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فمن هناك وضعتها في السبع طوال ولم تكتب بينهما سطر بإسم الله الرحمن الرحيم حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مروان يعني ابن معاوية أخبرنا عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي حدثنا ابن عباس بمعنى قال فيه فخبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها قال أبو داود قال الشعبي وأبو مالك وقتابه وثابت بن عمارة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت تورة النمن هذا معنى حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن السر قالوا حدثنا سفيان عن عمر عن سعيد بن جبيب قال قتيبة فيه عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا نفك بن السر حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتالة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجود كراهية أن أشق على أبه حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمر وسمعه من جاجر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع في أمنا قال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة وقال مرة العشاء فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يأم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم وصلى فقيل نافقت يا خلال فقال ما نافقت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا نصلي معك ثم يرجع فيأمنا يا رسول الله وإنما نحن أصحاب موابع ونعمل بأيدينا وإنه جاء يا أمنا فقرأ بثورة البقرة وقال يا معاذ أفتان أنت أفتان أنت اقرأ بكذا اقرأ بكذا قال أبو الزبير بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يخشى فذكرنا لعمر وقال أراه قد ذكره حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا طالب بن حبيب حدثنا عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزن بن أبي بن كعر أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بحوم صلاة المغرب في هذا الخبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمساة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة قال أتشهج وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعود بك من النار أما إني لا أحسن ذنزنتك ولا ذنزنة معاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها نزند حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارف حدثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله في مقسم عن جابر ذكر قصة معاذ قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذنفتى كيف تصنع يبن أبي إذا قليه قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعود به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذا حول هاتين أو نحو هذا حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرض عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قل أحدكم من ناس فليخفف إن فيهم الضعيف والتقيم والكبير وإذا قل لنهت فليطول ما شاء حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيد وأبي سلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قل أحدكم من ناس فليخفف فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الغاج حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله ابن عنمة المزني عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينطرف وما كتب له إلا عشر صلاة تشعها تمها تبعها تجسها قمسها ربعها تلثها نصفها حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس بن سعد وعمارة بن ميمون وحبيب عن عضاء ابن أبي ربع أن أبا هغيرة قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم حدثنا مسجد حدثنا يحيى عن هشان ابن أبي عبد الله وحدثنا ابن المثنة حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج وهذا لطبو عن يحيى عن عبد الله ابن أبي قتاد قال ابن المثنة وأبي سلمة ثم اتفقا عن أبي قتاد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعطر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصب قال أبو داود لم يذكر مستدد فاتحة الكتاب وسورة حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام وأبان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتاد عن أبيه لبعض هذا وزاد في الأخرين بفاتحة الكتاب وزاد عن همام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في صلاة العقر وهكذا في صلاة الغداء حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتاد عن أبيه قال فضمننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحج بن زياد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في الظهر والعصر قال نعم قلنا بما كنتم تعرفون ذاك قال بطراب نحيته حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عون عن جابر بن سمر قال قال عمر لسعد قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأبريين ولا آل ما اختديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك الظن به حدثنا عبد الله بن محمد يعني مفيلي حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخضرية قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا في منصف الظهر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية قدر ألف نام ميم تمديل السجدة وحذرنا قيامه في الأخرين على النسف من ذلك وحذرنا قيامه في الأوليين من الخرغ على قدر الأخرين من الظهرерг حذرنا قيامه في الأقريين من العرق على النسب من ذلك حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن كماك بن حرب عن جاجر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعطر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحرهما من السور حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن كماك سمع جاجر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحبت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يأشى والأسر كذلك والصلوات كذلك إلا الصبح إنه كان يقيلها حدثنا محمد بن عيسى حدثنا معتمر بن سليمان ويزيل بن هارون وهو شيم عن سليمان التيني عن أمية عن أبي نجلل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام تركع فرأينا أنه قرأ تنذيل التشجد قال ابن عيسى لم يذكر مية أحد إلا معتمر حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارد عن موسى بن سالم حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشف فقلنا لشاب منا سلي بن عبده أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعفر فقال لا لا فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه فقال سمشا هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاثة صالة أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الخمار على الفرس حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيري أخبرنا حفين عن عقدمة عن ابن عباس قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعفر أم لا حدثنا القعنبي عن نالس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عشبة عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارف سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة فقال يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب حدثنا القعنبي عن نالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريت حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن زبيع عن مروان بن الحكب قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بكطار مفصل قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطول يين قال قلت ما قول الطول يين قال الأعراف والأخرى الأنعام قال وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعابيات ونحوها من الثور قال أبو داود هذا يدل على أن ذاك منسوص وهذا أصح حدثنا أحمد بن سعيد استرخفي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحجث عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس بها الصلاة المكتوبة حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا قرة عن النزال بن عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف بن مسعود المغرب قرأ قل هو الله أحد حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو أخبرني عمر عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا ذنبلت الأرض في الركعتين كنتيهما فلا أدري أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمد حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيل عن أصبغى مولى عمر بن حريت عن عمر بن حريت قال كأني أسمع طوط النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغذات فلا أقسم بالخنة الجواري كنا حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما يسر حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري حدثنا أبو عثمان النهدي قال حدثني أبو هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فماذا حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا جعفر عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فماذا حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبو السائد مولى هشان بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تماما قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أتمت الصلاة بيني وبين عبي نصتي ثنقها لي ونقها لعبي ولعبي ما فأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبي يقول الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أهنى علي عبدي يقول العب مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدا عبدي يقول العب إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما فأهد يقول العب اهدنا صراقا تقيم صراقا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما فأهد حدثنا قسيرة بن سعيد وابن السرح قالا حدثنا سفيان عن الظهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكذاب فطاعبا قال سفيان لمن يصلي وحده حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن اسحاء عن مكفول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلم نافر قال لعن لكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا طلاة لمن لم يقرأ حدثنا الربيع بن سليمان الأزي حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الهيثم بن حميد أخبرني زيد بن واقض عن مكفول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع أطأ عبادة بن الصامت عن صلاة فقف أقام أبو نعيم المؤذن الصلاة وصلى أبو نعيم بن نافع وأخبر عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ أم القرآن فلم ننصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة قال فالتبست عليه القراءة فلم ننصرف أقبل علينا بوجهه وقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك قال فلا وأنا أقول ما لي ينادعني القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن حدثنا علي بن سهل الرمدي حدثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع بن سليمان قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصدر بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرة قال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرة فإن لم يسكف اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على كل حال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليتي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال القرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات قيل سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو داود روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونث وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروذي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهري سمع ذلك ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمع ذلك أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها صبت بمعنى إلى قول ما لي أنازع القرآن قال أسدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس عن اعتراءة بما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن السرح في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة انتهى الناس وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال صحيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر إنه قال فانتهى الناس قال أبو داود ورواه عبد الرحمن المإسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قول ما لي أنازع القرآن ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فطعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما جهر به صلى الله عليه وسلم قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري حدثنا أبو الوليد الطيارسي وحدثنا شعبة وحدثنا محمد بن كثير العربي أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمان بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه تبه اسم ربك الأعلى فلما فرغ قال أيكم قرأ قالوا رجل قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيه قال أبو داود قال أبو الوليد في حديثة قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصف للقرآن قال ذا إذا جهر به قال ابن كثير في حديثة قال قلت لقتادة كأنه كرهه قال لو كرهه نهى عنه حدثنا ابن المسنة حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمان بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبه اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا فقال علمت أن بعضكم قال جنيه حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعراب والأعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسيجير أخوام يقيمونه كما يقام القدر يتعجلونه ولا يتأجلون حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهو أخبرني عمر وابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح من الصدق عن تهل بن سعد السعدي قال قرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترح فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله حدثنا عطنان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن جراح حدثنا سفيان التوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكتكيب عن عبد الله بن أبي أوفا قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يزئني منه قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم قال يا رسول الله هذا لله عز وجل ثماني قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا قد ملأ يده من الخير حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع أصبرنا أبو إسحاق يعني فزري عن حميد عن الحفل عن جابر بن عبد الله قال كنا نصل التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح رفوعا وتجودا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد مثله لم يذكر التطوع قال كان الحسن يقرأ في الظبر والعطر إماما أو خلف إماما بفاتحة الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قدرقا والداريات حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن فغير خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا ركع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال لقد صلى هذا قبله أو قال لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن عطمان حدثنا أبي وبقية عن شعيب عن زهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلم أن أبا حريرة كان يكبر في كل صلاة من المسحوبة وغيرها يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحم قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الندين فيفعل ذلك في كل رفعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصره والذي نفي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثنا محمد بن بشار وابن المثن قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن حسن بن عمران قال ابن بشار الشامي وقال أبو داود أبو عبد الله العبطلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكير قال أبو داود معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر وإذا قام من السجود لم يكبر حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قالا حدثنا يزيد بن هارون أصبرنا شريك عن عاطم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه حدثنا محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتا ركبته إلى الأرض قبل أن تقع كفاه قال همام وحدثني شقيق قال حدثني عاطم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه وعتمد على تخذيه حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الدناد عن الأعرق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيد وليضع يديه قبل ركبتي حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا عبد الله بن نابع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الدناد عن الأعرق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلاب قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحوير إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال قلت لأبي قلاب كيف صلى قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمر بن سلم إمامهم وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قال حدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلاب قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحوير إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقعد في الركعة الأولى فين رفع رأته من السجدة الآخرة حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلاب عن مالك بن الحوير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وكر من صلاته لم ينهب حتى يستوي قاعدة حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريت أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس لإقعاء على القدمين في السجود فقال هي السنة قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الرفوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع قال سفيان لقينا الشيخ عبيد أبا حسن بعد فلم يقل فيه بعد الركوع قال أبو داود ورواه فعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد قال بعد الركوع حدثنا مؤمن ابن الفضل الحراني حدثنا الوليد وحدثنا محمود بن خالد حدثنا أبو مستر وحدثنا ابن السرح حدثنا مشر بن بكر وحدثنا محمد بن مصعب حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن نحي عن أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قين يقول سمع الله لمن حمدك اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء قال مؤمل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت زاد محمود ولا معطي لما منع ثم اتفقوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال بشر ربنا لك الحمد لم يقل اللهم لم يقل محمود اللهم قال ربنا ولك الحمد حدثنا عبد الله بن مسلمة عن نالك عن سمي عن أبي صالح السماء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقول اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من دنب حدثنا بشر بن عمار حدثنا أصباط عن مطر عن عامر قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمد ولكن يقولون ربنا لك الحمد حدثنا محمد بن مسعود حدثنا زيد بن الحباب حدثنا كامل أبو العلا حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبيع عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبد الله بمسلم أخي الزبري عن مولا لأسماء ابنت أبي بكر عن أسماء ابنت أبي بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان من كن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأتها حتى يرفع رجال رؤوسهم تراهة أن يرين من عورات الرجال حدثنا حص ابن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن القراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جوجه وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا من السوا حدثنا منسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت وحميد عن أنس الزمالك قال ما صليت خلف رجل أوجد صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد قام حتى تقول قد أوهم ثم يكبر ويسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى تقول قد أوهم حدثنا مسدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عاذ بن قال ربقت محمدا صلى الله عليه وسلم وقال أبو كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجبت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجددين وسجدته ما بين المغرقطة بين التسليم والأنفراء قريبا من السوا قال أبو جاود قال مسدد فركعته واعتداله بين ركعتين فسجدته وجلسته بين السجدتين فسجدته وجلسته بين التسليم والأنفراء قريبا من السوا حدثنا حصد بن عمر النمري عن أبي معمى عن أبي مسعود البذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود حدثنا القعنبي حدثنا أنس يعني ابن عياب وحدثنا ابن المثنة حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لقب بن المثنة حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصل ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال رجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلّى كما كان صلّى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال رجع فصلّى فإنك لم تصلّى حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أكسن غير هذا فعلّني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارتع حتى تطمئن راتعا ثم ارتع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجرح حتى تطمئن جالتا ثم افعل ذلك في صلاتك كله قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال في آخره فإذا فعلت هذا فقد تمّت صلاة ومن تقصّى من هذا شيء فإنما انتقصته من صلاتك وقال فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أسحاق بن عبد الله ابن أبي قلحة عن علي بن يحيا ابن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تسمّ صلاة لأحد من الناس حتى يتوضّأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسّر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمة ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعده ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمّن صلاة حدثنا الحسن ابن علي حدثنا هشام ابن عبد الملك والحجاج ابن منهال قال حدثنا همام حدثنا اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلح عن علي ابن يحيى ابن صلاة عن ابيه عن عمه رفاعة ابن رافع بمعنى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله عز وجل فيغفل وجهه ويديه الى المرفقين ويمتح برأسه ورجليه الى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما اذن له فيه وتيسر فذكر نحو حديث حمام قال ثم يكبر فيسد فيمكن وجهه قال همام وربما قال جبهته من الارض حتى تطمئن مفاكله وتسرخي ثم يكبر فيستوي قاعدة على مقعده ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا اربع ركعات حتى تفرغ لا تتم صلاة احدكم حتى يفعل ذلك حدثنا وهو ابن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمر عن علي ابن يحيى ابن خلاد عن ابي عن رفاعة ابن راكع بهذه الفصة قال اذا قمت فتوجهت الى الكبلة فكبه ثم اقرأ لام القرآن وبما شاء الله ان تقرأ اذا ركعت فبع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وقال اذا سجدت تمكن لسجودك فاذا رفعت فقعد على فخذك اليسرى حدثنا مؤمل ابن هشام حدثنا اسماعيل عن محمد ابن اسحى حدثني علي ابن يحيى ابن خلاد ابن رافع عن عميه رفاعة ابن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفصة قال اذا انت قمت في صلاتك كبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه اذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترشت خذك اليسرى ثم تشهد ثم اذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاةك حدثنا عباد ابن موسى الختل حدثنا اسماعيل يعني ابن جعفر اخضرني يحيى ابن علي ابن يحيى ابن خلاد ابن رافع عن ابيه عن جده عن رفاعة ابن رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه فروضأ كما امرك الله جل وعز ثم تشهد فاقمه ثم كبر فان كان معك قرآن فاقرأ به وإلا احمد الله وكبره وهلليه قال فيه وان تقص منه شيئا ان تقص من صلاةك حدثنا ابو الوليد الطيارسي حدثنا الليث عن يديد ابن ابي حبيب عن جعفر ابن الحفر وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن جعفر ابن عبدالله الانطاري عن تمين ابن محمود عن عبدالرحمن ابن شبين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبا وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعض هذا رفض قتيبة حدثنا ذهير بن حرب حدثنا جرير عن عطاء ابن السائب عن سال من البرات قال أتينا عقبة ابن عمر الانطاري أبا مسعود قلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على رقبته وجعل أقابعه أسفل من ذلك وجاف بين مرفقه حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض ثم جاف بين مرفقه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رقته فجلس حتى استقر كل شيء منه ففعل مثل ذلك أيضا ثم طلى أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى طلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبية قال خاف من ذياد أو ابن ذياد فأتى المدينة فلقي أبا هغيره قال فنسبني فانتسبت له فقال يا فتى ألا أحدثك حديثا قال قلت بلى رحمك الله قال يونس وأحتبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعد لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عببي أرمها أم نقطها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقط منها شيئا قال انظروا هل لعببي من تطوع فإن كان له تطوع قال أسموا لعببي فريضته من تطوع ثم تأخذ الأعمال على ذاك حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني صليق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن ذرارة بن أوفى عن تنينا الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال ثم الذكاة مثل ذلك ثم تأخذ الأعمال على حتى بذلك حدثنا حص بن أمر حدثنا شعبة عن أبي عفور قال قال أبو داود واسمه وقدان عن مصعب بن سعب قال صليت إلى جنج أبي فجعلت يدي بين رفتين فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تطمع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال إذا ركع أحدكم فليفرش دراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيف فكأني أنظر إلى اختلاف أطابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الرغيع بن نافع أبو ثوبة وموسى بن إسماعيل المعنى قال حدثنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عميه عن عقبة بن عبد قال لما نزلت تذبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت تذبح اسم ربك العلاق قال اجعلوها في سجوجكم حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليل يعني ابن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر بمعنى زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمد الثلاثة وإذا تجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمد الثلاثة قال أبو داود وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة قال أبو داود انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس حدثنا حفظ عمر حدثنا شعبة قال قلت لي سليمان أدعو في الصلاة إذا مررت بآية ذهوف فحدثني عن سعد بن عبيد عن مستورد عن صلة بن زفر عن حديثة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم وفي سجود سبحان ربي الأعلى وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قدادة عن مطر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وتجود ثبوت قدود عبد الملائكة بوحور حدثنا أحمد بن صالح حدثنا إذن وحدثنا معاولية بن صالح عن عمر بن خيث عن عاصم بن حميد عن عوث بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة قام فقرأ سورة الزقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقفة سأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقفة تعود قال ثم ركع بقدر غيانه يقول في ركوعه سبحانه الجبروك والملكوت والكبرياء والعظم ثم سجد بقدر غيانه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمرانه ثم قرأ سورة سورة حدثنا أبو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعد قالا حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبد عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل كان يقول الله أكبر ثلاثة ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم ثم استدح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من ركوعه يقول لرب الحم ثم سجد كان سجده نحوا من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدسين نحوا من سجوده وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي فصلى أربع ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عنغانه والنساء والمائدة أو الأنعام شف كشور حدثنا احمد بن صالح واحمد بن عمر بن سرح ومحمد بن سلم قالوا حدثنا اذن وهو اخبرنا عمر يعني ابن حارث عن عمارة بن غزية عن ثمين مولى ابي بكر انه سمع ابا صالح ذهوان يحد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغربنا يكون العبد من ربه وهو تاج فاكفر الدعاء حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تشف السكتارة والناس ففوف خلف ابي بك فقال يا ايها الناس انه لم يبقى من مبشرات النبوة الا الرؤية الصالحة يراها المسلم او ترى له واني يجيث ان اقرأ راكعا او تاجدا فاما الرفوع فعظم الربه واما السجود اجتهدوا في الدعاء فخمن ان يستجاذ لكم حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول حدثنا احمد بن طالح حدثنا ابن وه وحدثنا احمد بن سر اخبرنا ابن وه اخبرني يحيى بن ايوب عن عمارة بن غزية عن تمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة ان نبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجيله واوله وآخره زاد ابن سر على نيته وسره حدثنا محمد بن ثليمان الانباري حدثنا عبده عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الاعراج عن ابي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمسكو المسجد فاذا هو تاجد وقدماه منصوبتان وهو يقول اعوذ برضاك من صفرك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا اصيثنا عليك انت كما اثنيت علينا حدثنا عمر بن عطمان حدثنا بقية حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة ان عائشة اخبرتك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاةه اللهم اني اعوذ بك من عذاب الغبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والنمات اللهم اني اعوذ بك من المأسم والمغرم فقال له قائم ما اكثر ما تستعيذ من المغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف حدثنا مسدد حدثنا عبدالله ابن داود عن ابن ابي ليلى عن ثابت البناني عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن ابيه قال صليت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع فسمعته يقول اعوذ بالله من النار ويل لأهل النار حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبدالله ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن ان ابا هغيرة قال اما رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة قمنا معك فقال اعرابي في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله عز وجل حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبيع عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ سبح اسم ربك الاعلى قال سبحان ربي الاعلى قال ابو داود قولت وكيع في هذا الحديث ورواه ابو وكيع وشعبك عن ابي اسحاق عن تعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن موسى ابن ابي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان اذا قرأ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى قال سبحانك فبكى فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو داود قال احمد يعجبني في الفريضة ان يدعو بما في قرآن حدثنا مصدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا سعيد الجريري عن السعديد عن ابيه او عن عمه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في قداته فكان يتمكن في رقوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاث حدثنا عبد الملك جماروان الاهوازي حدثنا ابو عامر وابو داود عن ابن ابي ذئب عن اسحاق ابن يزيد الهدلي عن عون ابن عبد الله عن عبد الله ابن مشعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع احدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك ادناه واذا تجد فليقل سبحان ربي الاعلى ثلاثا وذلك ادناه قال ابو داود هذا محسن عون لم يدرك عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان حدثني اسماعيل بن ابي سمعت اعرابيا يقول سمعت ابا حريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم والدين والزيتون فانتهى الى اثرها اليس الله باحكم الحاكمين فليقل بلى وانا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا اؤتم بيوم القيامة فانتهى الى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى فليقل بلى ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل امنا بالله قال اسماعيل ذهبت اعيد على رجل الاعرابي وانظر لعله وقال يا ابن ابي اتظن اني لم احفظ لقد حججت ستين حجة ما منها حجة الا وانا اعلق البعير الذي حججت عليه حددنا احمد بن غالف وابن غافع قالا حددنا عبدالله ابراهيم ابن عمر ابن كيسان حددني ابي عن وهد ابن مانوس قال سمعت سعيد سمعت انس ابن مالك يقول ما ظليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه ثلاثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتح يعني عمر ابن عبدالعزيز قال فحذرنا في ركوعه عشرة تطبيحات وفي سجوده عشرة تطبيحات قال ابو داود قال احمد ابن طالح قلت له ما نوس او ما بوس قال اما عبدالرزاق فيقول ما بوس واما حزري ثمانون وهذا لقض ابن رافع قال احمد عن سعيد ابن جبير عن انس ابن مالك حدثنا مسدد وسليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن عمر ابن دينار عن طاو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت قال حماد امر نبيكم صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا ثوب حدثنا محمد ابن كثير اخبرنا شعبة عن عمر ابن دينار عن طاو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ربما قال امر نبيكم صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اراء حدثنا قطيبة ابن سعيد حدثنا بك يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم عن عامر ابن سعر عن العباس ابن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه سبعة اراء وجهه وكفاه وركبته وقدمه حدثنا احمد ابن حنبل حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم عن عيوب عن ابن عمر رفعه قال ان اليدين تسجدان كما يزجد الوجه فاذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه واذا رفعه فليرفعه حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس ان سعيد ابن الحكم حدثهم اخبرنا نافع ابن يديد حدثني يحيى ابن ابي سليمان عن زيد ابن ابي العتاب وابن المقبوري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود تسجدوا ولا تعزوها شيئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة حدثنا ابن المثنى حدثنا صغوان ابن عيسى حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلم عن ابي سعيد الخضري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا على جهته وعلى ارنبته اثر قين من صلاة انقل بالناس حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن مغمر نحوه حدثنا الربيع ابن نافع ابو ثوبة حدثنا شريك عن ابي اسحاق قال وصف لنا للبراء ابن عاذب ووضع يديه واعتمد على ركبته ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا شعبة عن قفاد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في سجود ولا يسترش أحدكم دراعي اقتراح السلم حدثنا قصيبة حدثنا كثيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عميد يزيد بن أصمم عن ملمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه حدثنا عبد الله محمد النخيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن السميم الذي يحدث بالتفير عن ابن عباس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفة فرأيت بياض ابطيه وهو مجف قد فرج بين يديه حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن حدثنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عبد ابنيه عن جنبيه حتى نؤوي له حدثنا عبد الملك بن شعير بن لي حدثنا ابن وهد حدثنا الليل عن جراج عن أبي حجير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فهتي حدثنا قسيبة بن سعيد حدثنا الليل عن ابن عجدان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال اشتشى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب حدثنا هلناد بن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب بن عمر ووضعت يدي على خاصرتين فلما قال هذا الطلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه حدثني عبد الرحمن بن محمد بن سلام حدثنا يدي يعني ابن هارون أخبرنا حمد يعني ابن سلام عن ثابت عن مصر عن أبيه قال عيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خضره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا هشام يعني ابن سعب عن عطاء ابن يسار عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يذكو فيهما غفر له ما تقدم من جم حدثنا عثمال بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولانين عن جبير بن نفير الحضرم عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يتوضأ فيحكن وضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه علي إما إلا وجبت له الجنة حدثنا محمد بن العلاء سليمان بن عبد الرحمن دمشق قال أخبرنا مروان بن معاوية عن يحيى الكاهدي عن المسور بن يزيد الأسدي المالكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى وربما قال شهدت رسول الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسول الله عليه سلم هل لا أذكر تنيها وقال سليمان في حديث قال كنت أراها نسخة قال سليمان قال حدثني يحيى بن كبير الأسدي قال حدثنا المسور بن يزيد الأسدي المالك حدثنا يزيد بن محمد بن مشقي حدثنا بشاه بن إسماعيل حدثنا محمد بن شعيد أخرنا عبد الله بن العلا بن ذبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فرأ فيها فلوبس عليه فلما انصر فقال لأبي أصليت معنا قال نعم قال أما منعت حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن إسحاق عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإيمان في الصلاة قال أبو داود أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منه حدثنا أحمد بن صالح حدثنا إذن وهو قال أخبرني يونس عن ابن شهاد قال سمعت أبو الأحوث حدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت إن صرف عنه حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوث عن الأشعة يعني ابن سليم عن أبيه عن مسرور عن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفتاح الرجل في الصلاة فقال إنما هو اختلاث يخترسه الشيطان من صلاة العبد حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أررطين من صلاة صلى الله عليه وسلم قال أبو علي هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة حدثنا مسدد حدثنا أبو معاو وحدثنا عثمان بن أبي شيخ حدثنا جرير وهذا حديثه وهو أتم عن الأعمق عن مسيب بن رافع عن تميم بن غرفة طائب عن جابر بن ثمرت قال عثمان قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد رأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء ثم التفقى فقال لينتهين رجال يشخصون أبطارهم إلى السماء قال مسدد في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبطارهم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتالة أن أنس بن مالك حددهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبطارهم في صلاةهم فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهين عن ذلك أو لتصفن أبطارهم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزبري عن عروة عن عائشة فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهن واتوني بأنبجانيته حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد قال سمعت هشاما يحدث عن أبي عن عائشة بهذا الخبر قال وأخذ كرديا كان لأبي جهن فقيل يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي حدثنا الربيع بن نافع حدثنا معارية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي هو أبو كبشة عن سهل بن الحنظلية قال توذا الصلاة يعني صلاة صب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلي وهو ينتفت إلى الشعب قال أبو جاود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمر بن سليم عن أبي قسادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجدت وضعها وإذا قام حملها حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمر بن سليم أنه سمع أبا قتادة يقول بيننا نحن في المسجد جيوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاف بن ربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقة يضعها إذا ركع ويعيجها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها حدثنا محمد بن سلمة المرادين حدثنا ابن وهو عن مصرمة عن أبي عن عمر بن سليم الزراقي قال سمعت أبا قتادة الأنصارية يقول حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاف على عمقه فإذا سجدت وضعها قال أبو داود ولم يسمع مصرمة من أبيه إلا حديثا واحدا حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد يعني ابن إتحاف عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمر بن سليم الزراقي عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن نمصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العطر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاف بنت ابنته على عمقه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصلاة وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه قال فكبرنا قال حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وتجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاةه صلى الله عليه وسلم حدثنا نسلم بن إبراهيم حدثنا علي بن المبارك عن نحيا بن أبي كثير عن ضمضم بن جوز عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد وهذا لفظ قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا برج عن الزبري عن عروة بن زبير عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد يصلي والباب عليه مؤلاء فجئت فاستفتحت قال أحمد فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاة وذكر أن الباب كانت القبلة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاش سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة نشغل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلم فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله جل وعزه قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة فرد علي السلام حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد أن ليس حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة قال ولا أعلمه إلا قال إشارة بأسبوعه وهذا لطل حديث قتير حدثنا عبد الله بن محمد المثيلي حدثنا زهير حدثنا أب الزبير عن جابر قال أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلح فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأته فلما فاغ قال ما فعلت في الذي أرسلته فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي حدثنا الحسين بن عيسى الخراتاني الدامغاني حدثنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن سعد حدثنا نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه قال فجاءته الأنصار يسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلان كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم فين كانوا مسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى طول حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حاسم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرارة لصلاة ولا تسيم قال أحمد يعني بما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاة فينطرف وهو فيها شاء حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي مالك عن أبي حاسم عن أبي هريرة قال أراه رفعه قال لا غرارة لتسليم ولا صلاة قال أبو داود وارواه ابن فضيل على لقب بن مهدي ولم يرفع حدثنا مسدد حدثنا يحيح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المعنى عن حجاج الصواء حدثني يحيح بن أبي كدير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يساء عن معاوية بن الحكم السلامي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم فقلت وثقل أمياء ما شأنكم تنظرون إليه فجعلوا يضربون بأيديهم على أخاذهم فعرفت أنهم يضمتوني قال عثمان فلما رأيتهم يسكلوني لكني سكتوا قال فلما طلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا تهرني ولا تفني ثم قال إن هذه الصلاة ما يحل فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكهير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنا قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون القفان قال فلا تأتهم قال قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يطدهم قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال قلت جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أفد والجوانية إذ اطلعت عليها إطلاعة فإذا الزئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بني آدم آسف كما يكتفون لكني صفقتها خطة فعظم ذاك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعتقها قال ائتني بها قال فجئته بها فقال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة حدثنا محمد بن يونس النسائي حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمية قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام فكان فيما علمت أن قال لي إذا عطست فاحمد الله وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله قال فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا عطس رجل فحمد الله فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك فقلت ما لكم تنظرون إليه بأعين شزء قال فسبحوا فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم قيل هذا الأعراض فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله جل وعز فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك فما رأيت معلما قطو أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سلمة عن حجر أب العنبة الحضرمي عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوت حدثنا نخلد بن خالد الشعير حدثنا ابن نمير حدثنا علي بن خالح عن سلمة بن كهير عن حجر بن عم عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض قده حدثنا نصر بن علي أخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الطفل الأول حدثنا لقع نبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي فالح السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من دم حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أنهما أكبر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمن فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من دم قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوي أخبرنا وفيع عن سفيان عن عاطم عن أبي عثمان عن بلاد أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين حدثنا الوليد ابن عطفة الدمشقي ومحمود بن خالد قالا حدثنا الفريابي عن حبيح بن محرز السنفي حدثني أبو مصبح المقرأي قال كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين فإن آمين مثل طابعي على الطحيل قال أبو زهير أخبركم عن ذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألحف المسألة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم فقال رجل من القوم بأي شيء يختم قال بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فقال اختم يا خلال بآمين وأبشر وهذا نفض محمود قال أبو داود المقرأ قبيل من حمير باب التصفيق في الصلاة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهير عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتسفيح للرجال والتصفيق لنساء حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن تهل بن سعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمر بن عوض ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس فأقين قال معا فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلط حتى وقف في الصف أصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفير التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم اتأخر أبو بكر حتى سواه صف تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انطرف قال يا أبابك ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال أبو بكر ما كان لأبن أبي حافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثركم من التصفية من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفية للنساء قال أبو داود وهذا في الفريق حدثنا عمر بن عون أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حاذ عن سهل بن سعد قال كان قتال بين بني عمر بن عون فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بنا فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم قال في آخرة إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد عن عيسى بن أيوب قال قوله التصفيح لنساء تضرب بأسه عين من يمينها على كفها اليسر حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي ومحمد بن راقع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة حدثنا عبد الله بن تعيذ حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحا عن يعقوب بن عصبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم التصفيح للرجال يعني الصلاة والتصفيح للنساء من أشار في صلاة إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة قال أبو داود هذا الحديث وهو حدثنا مستدد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي الأخوة شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجه فلا ينسح الحطا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيا عن أبي سلم عن معلقب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنسح وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعبا فواحدة تسوية الحطا حدثنا يعقوب بن كعب حدثنا محمد بن سلم عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاشتصار في الصلاة قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابطي حدثنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال قدمت الرقّة قال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت غنيمة فدفعنا إلى وعبصة قل لصاحبي نبدأ فننظر إلى ذله إذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغضر وإذا هو معتمد على عصم في صلاة قلنا بعد أن خلنا فقال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أثن وحمل اللحن اتخذ عمودا في مصلاة يا عتمد علي حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارف بن شبيل عن أبي عمر الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنهه في الصلاة فنزل وقوموا لله آنتين فأمرنا بسكوت ونهينا عن الكلام حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا جرير عن منصور عن هلال يعني ابن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر قال حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأتي فقال ما لك يا عبد الله بن عمم قلت حدث يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حسين من المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حطين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حطين قال يا نبي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جن حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عاشة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن كان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد وأب النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس وإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك قال أبو داود عواه علحمة بن وقاق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا مسجد حدثنا حماد بن زيل قال قال سمعت بديل بن ميسرة وأيوب يحجدان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا حدثنا عثمان بن أبي شيفا حدثنا يزيد بن هارون حدثنا كهمة بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة في ركع قال المفصل قال قلت فكان يصلي قاعدا قال كين حظمه حدثنا مسجد حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقل القبلة فكبر فرافع يديه حتى حاغتا بأذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك قال ثم جلس فاسترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى غضب ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول ها كذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن عبدالله بن عبدالله عن عبدالله بن عمر قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتذني رجلك اليسرى حدثنا ابن معاذ حدثنا عبدالوفاة قال سمعت يحيا قال سمعت القاسم يقول أخبرني عبدالله بن عبدالله أنه سمع عبدالله بن عمر يقول من سنة الصلاة أن تبجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن يحيا بإسناده قال أبو داود قال حماد بن زيد عن يحيا أيضا من السنة كما قال جرير حدثنا القعنبي عن مالس عن يحيا بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس بالتشهد فذكر الحديث حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سبيان عن زبير بن علي عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى سود غفر قدمه حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو عاطم من الطحاق بن مخلد أخبرنا عبد الحميد يعني إبن جعفر وحدثنا مسدد حدثنا يحيا حدثنا عبد الحميد يعني إبن جعفر حدثني محمد بن عمر عن أبي حميد السعيد قال سمعته في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحمد قال أكبرني محمد بن عمر بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتعد قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أعرض فذكر الحديد قال ويفتح أطابع رجليه إذا سجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويتني رجله جسرى فيقعد عليها ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك فذكر الحديث قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله جسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر زاد أحمد قالوا فضقت هكذا كان يصلي ولم يذكرا في حديثهما الجلوس التنتين كيف جلت حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري حدثنا ابن وك عن ليس عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمر بن حلحلة عن محمد بن عمر بن عطا أنه كان جالسا مع نحر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث ولم يذكر أبا قسادة قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهي عطا عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمر بن حلحلة عن محمد بن عمر العامري قال كنت في مجلس لهذا الحديث قال فيه فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليوم فإذا كانت الرابع أفضى دوالته اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا أبو بدر حدثني زهير أبو خيدم حدثنا الحسن بن الحر حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس أو عياش بن سهل مستعد أنه كان في مجلس فيه أبوه فذكر فيه قال فسجد فانقصب على كفيه ورقبته وتدور قدميه وهو جالس فتورك ونقب قدمه الأخرى ثم كبر فتجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض في القيام قام بتكفير ثم ركع الركعتين الأخرى يين فلما سلم سلم عن يمينه وعن شماله قال أبو داود لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في تورك والرفع إذا قام من ثنتين حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمر أخبرني كليف أخبرني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيس وسهل بن سعد ومحمد بن مسلم فذكر هذا الحديث ولم يذكر الرفع إذا قام من ثنتين ولا الجلوس قال حتى أخرغ ثم جلس فترش رجله المسرى وأقبل بقدر يمنى على قبلته حدثنا مكسد أخبرنا يحيى عن سليمان الأعمى حدثني شقيق بن سلم عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قلنا السلام على الله قبل عبادك السلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل أتحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به حدثنا سميم بن المنطفر أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الأحوى عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في القلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم فذكر نحوه قال شريك وحدثنا جامع يعني ابن أبي شداد عن أبي وائل عن عبد الله بمثه قال وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمونا هن كما يعلمون التشهد اللهم ألف بين قلوبنا وأفضح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصالنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وذب علينا إنك أنت تواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلها وأتمها علينا حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي حدثنا زهير حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ عرقمة بيده فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في القلاة فذكر مثل دعاء حديث الأعمى إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت قلاة إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد حدثنا نصر بن علي حدثني أبي حدثنا شعبة عن أبي بشر سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك التحيات لله الصلوات الطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال قال ابن عمر زل فيها وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر زل فيها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حدثنا عمر بن عون أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعين حدثنا هشام عن قتادة عن يونسى بن جبير عن حبان بن عبد الله الرقاشي قال صلاة بنا أبو موسى الأشعري فلما جلس في آخر صلاة قال رجل من القوم قرت الصلاة بالبر والذكاء فلما انفتل أبو موسى أغل على القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال فأرم القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم قال فلعلك يا حطان أنت قلتها قال ما قلتها ما قلتها ولقد رهبت أن تكعني بها قال فقال رجل من القوم أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير قال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا فعلمنا وبيّن لنا سنتنا وعلمنا خباتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم لي أمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا وركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا كبر وتجد فكبروا واتجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول أتحيات طيبات صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لم يقل أحمد وبركاته ولا قال وأشهد قال وأن محمد حدثنا عاصم النظر حدثنا المعتمر قال سمعت أبي حدثنا خسابة عن أبي غلاب يحدده عن حطان ابن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث زاد فإذا قرأ فأنصر وقال في تشهدي بعد أشهد أن لا إله إلا الله زاد وحده لا شيء فلا قال أبو داود وقوله فأنصره ليس بمحكول لم يجئ به إلا سليمان السيمي في هذا الحديث حدثنا قطيبة بن فعيد حدثنا ليس عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوو عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول أتحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني قبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب أما بعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انتضائها فابدأوا قبل تسليم فقولوا التحيات طيبات والخلوات والملك لله ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم قال أبو داود سليمان بن موسى كوفي الأقلي كان بدمش قال أبو داود دلت هذه الصحيبة على أن الحسن سمع من سمرة حدثنا حق ابن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن شعب ابن عجرة فقال قلنا أو قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك فأما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا مصدد حدثنا يزيد بن زريح حدثنا شعبة بهذا الحديث قال صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن بشر عن مسعر عن الحكم بإثناده بهذا قال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال أبو ذاود رواه زبير بن عدي عن ابن أبي ليلى كما رواه نسعر إلا أنه قال كما طليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وساق مثله حجثنا القعنبي عن مالك وحجثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهو أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيد عن عمر بن سلين الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد السعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما طليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا فذكر معنا حديث كعب بن عجرة زاد في آخره في العالمين إنك حميد مجيد حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زخير حدثنا محمد بن إسحاء حدثنا محمد بن إبراهيم بن حارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمر لهذا الخبر قال قولوا اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حبان بن يسار الكلابي حدثني أبو مطرس عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريب حدثني محمد بن عبد الهشمي عن المجمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فره أن يكتال بالمكيال أوفى إذا صلى علينا أهل البيت قل يقول اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما قليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرغ أحدكم من التشفد الآخر فليتعود بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمماء ومن شر المسيح الزجال حدثنا وهب بن بقية أخبرنا عمر بن يونس اليمامي حدثني محمد بن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشفد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والمماء حدثنا عبد الله بن عمر أبو معمر حدثنا عبد الوارد حدثنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنغلة بن علي أن محجن بن الأذرع حدثه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشفد وهو يقول اللهم إني أسألك يا الله أحد الصمن الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تكفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم قال فقال قد غفر له قد غفر له ثلاث حدثنا عبد الله بن سعيد من الكندي حدثنا يونث يعني ابن بخير عن محمد بن إسحاء عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الله قال من السنة أن يخص تشفد حدثنا القعنعي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاري قال فأني عبد الله بن عمر وأنا أعبك بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه يمنى على تخذه اليمنى وعبض أطابعه كلها وأشار بأسبوعه التي جل الإبهام ووضع كفه اليسرى على تخذه اليسرى حدثنا محمد بن عبد الرحيم البلداد حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عامل بن عبد الله بن زبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدت الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على رفتته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأسبوعه وأراني عبد الواحد وأشار السباب حدثنا إبراهيم بن الحسن المطلقي حدثنا حجاج عن ابن جريد عن بياد عن محمد بن عشان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن زبير أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يشير بأسبوعه إذا دعا ولا يحركه قال ابن جريد وزاد عمر بن جينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بياده اليسرى على فخذه اليسرى حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيا حدثنا إذن عجلان عن عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه بهذا الحديث قال لا يجاوز غصره إشارته وحديث حجاج أتم حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عثمان يعني ابن عبد الرحمن حدثنا عصام بن قجامة من بني بجيلة عن مالك بن نمير الخزاع عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا براعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد حناها شيئا حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبوي ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا حدثنا عبد الغزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عنا عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده وقال ابن شبوي نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة وقال ابن رافع نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده وذكره في باب رفع من السجود وقال ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة حدثنا بشه بن هلال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشفق يديه قال قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليكم حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أذن وحدثنا محمد بن سلم حدثنا ابن وهو وهذا لطله جميعا عن هشام بن فعد عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا يتشئ على يده اليسرى وهو قاعدا في الصلاة قال هارون بن زيد فاقصا على شخه الأيسر ثم اتفقا فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون حدثنا حص بن عمر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الرقعتين الأوليين كأنه على غط قال قلت حتى يقوم قال حتى يقوم حدثنا محمد بن كهير أخبرنا سفيان وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائر وحدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوى وحدثنا محمد بن عبيد المحارب وزياد بن أيوب قال حدثنا عمر بن عبيد وحدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاء يعني ابن يوسف عن شريف وحدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوط عن عبد الله وقال إسرائيل عن أبي الأحوط والأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال أبو داود وهذا نصر حديث سفيان وحديث إسرائيل لم يفسر قال أبو داود ورواه زغير عن أبي إسحاق ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعن قمة عن عبد الله قال أبو داود شعبك كان ينكر هذا الحديث حديث أبي إسحاق أن يكون مرقوع حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا موسى بن غيث الحضرم عن سلمة بن كهيل عن علحمة بن واهي عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع عن نصعر عن عبيد الله بن قطية عن جابر بن سمرق قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن يثاره فلما صلى قال ما بال أحدكم يومي بيده كأنها أثنى بخير شمس إنما يكفي أحدكم أو ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بأخبعه يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله حدثنا محمد بن تليمان الأنبري حدثنا أبو نعيم عن نصعر بإسناده ومعناه قال أما يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فخذ ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا الأعمث عن المسيب ابن رافع عن تميم الطائب عن جابر بن ثورة قال دخل علينا رفول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعوا أيديهم قال زهير وراه قال في الصلاة فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذنى بخير شمس شمس ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر